اهلا بكم في قناة فكايرة دي حلقة من حلقات السلسلة اللي انا كلمتوكو عنها اللي انا هتكلم فيها عن مواد صحية او منتجات صحية انا بستعملها وجايز تكونوا انتم مش عارفينها او جايز يكون اسمها غريبة عليكم فالنهاردة هعرفكو على الجوماشيو قبل ما نعرف ايه هو الجوماشيو احب افكركم بجروب تريزة خليل الموجودة على الفيسبوك واللي هدف منه انه انتم تعرفوا على بعض لان الناس اللي بتتبعني اكيد ناس لها ستايل معين طريقة تفكير معينة فيبقى لطيف جدا انتم تشاركوا تجاربكو الحياتية برضو على الجروب فتقدروا تروحوا هاسيب اللينك في صندوق الوصف ودلوقتي خلونا نعرف يعني ايه جوماشيو انا شخصيا ما كنتش اعرف ايه هو الجوماشيو لحد ما بدأت ان انا استكشف الماكروبيوتك ولقيت ان الجوماشيو حاجة مهمة جدا وسهلة جدا وبتتعمل ببساطة جدا فالجوماشيو يا جماعة هو سمسم كامل ومعاه ملح بحر احيانا اوبشنال يتحط معاه سي ويد او عشاب البحر ولكن هو الاساس بتاعه السمسم وملح البحر ملح البحر اللي موجود في الجوماشيو ده يختلف طبعا عن ملح المائدة لانه ملح البحر هو بطبيعته بينتج من تبخير مائة البحار والمحيطات فبينتج في الاخر الملح اللي هو في معادن اللي بيحصل في ملح المائدة انه هم طبعا بيعملوا بروسسنج فيتشال منه كل القيمة الغذائية واحيانا حتى تشوفوا انه ملح المائدة اللي بيتباع في السوبر ماركس ده احيانا يضيفوا له يود لانه هو اصلا كان فيه يود وهو ما شاله اليود وبعد كده بيضيفه اليود مرة تانية بشكل صناعي فعشان كده انا بستعمل ملح البحر في الجمعش لما اجا اتكلم بقى على السمسم الكامل السمسم الكامل ليه فوايد كتير جدا وهو طبعا اهم حياة فيه انه فيه كالسيوم فمصدر للكالسيوم مهم فيه زنك فيه فوسفور فيه كمان الدهون زي اوميجا 3 و اوميجا 6 السمسم الكامل بيحسن وظايف الكبد بيخفض الكوليسترول بيهدي الجهاز العصبي نجي بقى الاعجاب البحر نلاقي ان هي فيها اليود وبتحسن وظايف الغضة الدراقية فكمان بتحسن الضوافر والشعر بتقوي الضوافر والشعر وبتزاود طاقة الجسم فيه ناس كثير طبعا عندها نقص في اليود فلو ما بياكلوش سوشي كتير يبقى الجماشيو هيكون مصدر مهم لليود طريقة عمل الجماشيو سهلة جدا ان احنا بس بنحط كوبية سمسم تقريبا معها معلقة ملح بحر وبنحماصه على النار وبعد كده بنطحانه فيه الهونده جالي هدية من حماتي ولكن لو حد تبعا الهونده مخصوص للجماشيو ولكن لو حد ما عندوش الهونده انا شخصيا كنت عايشة سنين طويلة جدا بس تعمل الهون الصغير ده كان متعب في الطح لانه مش مخصص للجماشيو لانه حاجم صغير بس تنى عشان كنت بسافر فكنت يعني كان اسهل في ان انا اشيل ومقدرش اشيل هون تقيل فممكن تعمله الجماشيو في اي هون او في اي شيء بيطحن واحسن حاجة طبعا الطحن اليدوي فبعد ما منحمر السمسم والملح ونحمر السيويدة واعشاب البحر ونضفهم كلهم مع بعض ونطحانهم وبعد كده طبعا ممكن استعمل الجماشيو احيانا ممكن اكله كده زي ما هو طعمه جميل وممكن ان انا كمان اضيفه على السلطة احيانا اضيفه على الرز عند التقديم فممكن تحطوه يعني اضيفه في اي اكلة ويرفع القيمة الغذائية وبما اننا في موضوع بقى الجماشيو ففي حاجة شابه كده برضو انا بحبها بستعملها كتسالي يعني وممكن برضو اضيفها على السلطة وهي بزور عباد الشمس بزور عباد الشمس دي تتحمص زي ما انتم شايفين وانا ببعشق اكلها زي ما هي لكن ممكن نضيفها للسلطة فانا يعني انا مشكلة ان انا بقى منع نفسي من انا اكل منها كميات كبيرة لانها لذيذة جدا وبزور عباد الشمس طبعا لها قيمة غذائية ان هي بتحمي من امراض القلب برضو بتحمي الغدة الدرقية ووظيفها بتقلل الصداع المزمن الامساك واحيانا كمان بتقلل الاكتئاب ونوبات القلق ففيها برضو مواد بتعمل وتحسن البشر دول حاجتين اعتقد ان هم مهمين معرفش كنتوا بتستعملوهم او لا لان انا شخصيا اتعرفت عليهم يعني لم انشأ على الجوماشيو لان هي اصلا الجوماشيو جاي من اليابان فانا طبعا ما اتعرفتش عليه بعد ما اتعرفت عن نظام الماكروبيوتي فارجو انه الفيديو يكون مفيد وتحبوا يا تارا اتكلم عن اي تاني انا كنت استعملتو في وصفات القناة وانتو شايفين انه هو شيء غريب ياريت تقولولي في الكومنت وما تنسوش تروحوا على جروب تريزة خليل وتتعرفوا على بعض هناك ولو الفيديو ده مفيد ادعموا القناة وعملولوا لايك اعلولوا شير مع حد يكون مهتم انه يعرف عن الوصفات والاكالات الصحية ولو لست مش مشتركين في القناة ياترى مستنين ايه ياريت تشتركوا واشوفكوا في فيديو جاني اشتركوا في القناة